السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذ السنة الثالثة ابتدائي ولحتى أولياء التلميذ لهم يشاهدوا فينا معكم الأستاذ ياسمين وإن شاء الله اليوم راح نشوفه اختبار الفصل الثالث في مادة التربية العلمية والتكنولوجيا مع أنت كيف شحيت إحنا اختبار التربية العلمية والتكنولوجيا في هذا الفصل الأخير إذن يلا تركيز بشاك ذا العلامة تعالى إن شاء الله تكون كاملة ليعشاء العشاء إذن أبنائي اخترنا هذا الاختبار لأنه يتحدث ولفيه كل دروس الفصل الثالث يلا نشوفه شنو هي هاد الفروض ونبدأ ونقله السؤال الأولي قولي أجب بصحيح أو خطأ مع أنت هالإجابة كي تكون وللجنة صحيح اكتب أمامها صحيح اللي تكون خطأ نكتب أمامها خطأ إذن نبدأ وبالولا تدور الأرض حول نفسها من الغرب إلى الشرق هل هذا صحيح؟ تعتمد الرزنامة الميلادية على السنة الميلادية الرزنامة الهجرية أصلها هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم يضيء المصباح عندما تكون الضالة مغلقة هل هذا صحيح أم خطأ؟ عليها نقطتان هالتمرين يلا السؤالي بعده أكمل ما يلي مع أن تنكمل الفراغ الرزنامة هي نكمل الفراغ مع أن تنعرف الرزنامة ثانيا في الجزاء الرزنامتان هما ما هي الإسم تعلولة والإسم تعلق الثانية كذلك عليها نقطتان السؤال الثالث يقول لي أكتب مكونات مصباح الجيب إذن هذا وشنه هو؟ هذا ماذا يسمى؟ وهذا الاثنين ماذا نسموهم؟ مفهوم؟ يلا الوضعية الإدماجية تقول لي أكتب مكونات الدارة الكهربائية إذن الدارة الكهربائية من ماذا تتكون؟ لازم قعنا نكتب من ماذا تتكون مفهوم؟ إذن نبدأ خطوة بخطوة يلا إذا كانت الدارة مفتوحة هل يشتغل المصباح؟ وإذا كانت الدارة مغلقة هل يشتغل المصباح؟ نشوفو متى يشتغل المصباح؟ أو متى ينطفئ المصباح؟ إذن يلا بدون إطالة نبدأ التصحيح تعنا مع بعض إذن يلا نبدأ بالتصحيح ونشوفو السؤال الأول اللي قالي أجب بصحيح أو خطأ إذن تدور الأرض حول نفسها من الغرب إلى الشرق هذا خطأ نعرف بما أن الشمس تشرق إذن فإن البداية اليوم تكون من الشرق إلى الغرب مفهوم؟ إذن فهذا خطأ تدور الأرض حول نفسها من الشرق إلى الغرب مفهوم؟ يلا تعتمد الرزنام الميلادية على السنة الميلادية صحيح إذن شوفوا ميلادية ميلادية جاية منه وشقناه في الدرس ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام الرزنام الهجرية أصلها وشقناه شوفوا نفس الكلمة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا صحيح مفهوم؟ يضيء المصباح عندما تكون الضارة مغلقة إذن هذا صحيح دوما عندما تكون الضارة التعي مغلقة مع أن تشوفوا شو معتها مغلقة؟ معتها ما يكون عنده فراغ إذن فهذا يجعل المصباح يضيء إذا كان عندي فراغ مفتوحة مفتوحة معتها هكذا تكون مثلا عندها هنا فتحة هنا لا يضيء المصباح هتفكروا كي تكون عندي فتحة ما يقدرش إذن شوفوا الدار المصباح الكهرباء تمشي 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 هكذا لكن هنا ما عندهش وين تنتقل إذن لا يضيء المصباح وهنا عندها وين تنتقل مفهوم؟ كلي ما عندهش البير لهنا وين تسقط إذن فالضارة المغلقة هي التي يضيء بها المصباح يلا السؤال الثاني قبل ما نبدأوا نحلو فيه كل تلميذ وتلميذة يحفظ تعريف الرزنامة كما كتبوا عند الأستاذة تعوم يعني كما رأوا مكتوب في الكتاب أو في الكراسة تعوم يلا الرزنامة هي نظام لمعرفة التواريخ وترتيبها عبر مدة زمنية طويلة إذن وش قلنا الرزنامة وشنو هي الرزنامة الكالاندغيه وشنو معتها نديروه باش نعرفو التواريخ تعليوم عبر مدة زمنية طويلة معتها 2020-2022-2050 إلى غير ذلك إذن لكن التلميذ يكتب تعريف لو حافظوا في الجزائر الرزنامتان هما الرزنامة الهجرية والرزنامة القامرية يخي نخدموه احنا بالهجرية ونخدموه بالميلادي يلا لكن في الغرب يعني عند القور يخدموه غير بالميلادي يعني الرزنامة القامرية ما يستخدموه ججح الرزنامة الميلادية الميلادية وليس القامرية إذن نعودو مع بعض الرزنامتان هما الهجرية والميلادية يلا اللي بعدو السؤال اكتب مكونات المصباح إذن المصباح وش عارفون مصباح الجيب وش يتحقين فيه هذا وش نسميه نسميه مصباح هذه اللي نشعل ونطفي بها وش نسميها قاطعة ما فهم؟ وهذه التنين وشنهما لمداخل نسموهم بطارية ما فهم؟ إذن المصباح هدو من مكونات تعه يلا اللي بعدو قلي مكونات الدارة الكهربائية نفهم؟ يلا هاد الدارة الكهربائية اللي رسموها من ماذا تتكون؟ يلا هنبدأ تتكون من مصباح بطارية قاطعة وأسلك توصيل يعني حداري التلاميذ اللي ينسوا الأسلك تعد توصيل يعني يكتبوا المصباح والقاطعة البطارية وينسوا إذن ما ننسوش الأسلك تعد توصيل علش نسموها توصيل لأنها توصي الكهرباء ما بين القاطعة البطارية و المصباح إلى غير ذلك يلا ننوحوا للوضعية نكملوا الوضعية إذا كانت الدارة مفتوحة وش قلنا؟ مفتوحة مع انتها كلي عندها فراغ مع انتها عندها اوب وين تسقط إذن هذه لا يشتغل المصباح إذن إذا كانت الدارة مفتوحة لا يشتغل المصباح وإذا كانت تقع مغلقة نسمى الجسر التاعنا مغلق نعم يشتغل المصباح إذا كانت دارة مغلقة يعني يقعد غير يدور الكهرباء تقعد غير الضر لهنا ما عندهاش كمال لهنا وين تسقط مفهوم؟ إذن هذا كان بالنسبة لاختبار التربية العلمية والتكنولوجيا للسنة الثالثة ابتدائي للفصل الثالث إذن اللي عنده سؤال ولا استفسار يحطه لي في التعليقات نجاوب عليه في أقرب وقت ممكن وكما نقول لكم كالعادة بالتوفيق إن شاء الله وإن شاء الله العلامتكم تكون علامة إن شاء الله تم هذا نعم الفصل